ايه هي افضل الاعمال في الشهر رجب ورمضان وشعبان شعبان رجب شعبان رمضان ان شاء الله اولا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا يعني رمضان على خير وسلام وسبحان الله يعني المناسبات والمواسم شبه متعانقة بفضل من الله عز وجل فيعني احنا كما قلنا بنأكد بنتقدم بخالص التهاني لاخوتنا المسيحيين كما بيقولوا الشرقين يعني الارزوزوكس بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام بعد ذلك المسلمون هيبتدوا بقى ايه مع الرجب وشعبان ورمضان فدي فتحت مواسم لان كمان بيفتح مواسم الحج بعد شوال او بداية شوال بالنسبة لهذه الامور بيجمعها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لا نفحات ألا فتعرضوا لها طبعا حضرتك دي أيام مفضلة وأي ما نقدرش نخصص قربة من دون أخرى يعني رجب لك أن تصوم فيه لك أن تتصدق شعبان في ليلة النص من شعبان درج المصريون مؤخرا بالذات على الاحتفاء والاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراك في سبع وعشرين من راجب عندنا مثلا شهر شعبان ابتدى بيكون التمهيد لشهر رمضان أما شهر رمضان طبعا ده كله كوكتيل تشكيلة عظيمة جدا من الطاعات سواء الوجدانية سواء الجسدية أو البدنية يعني أو المالية فالقربات يعني شوف ربنا بيقول إيه فاستبقوا الخيرات وسيرعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنا أنبه بقى القربات بإيه بشيء مهم أول حاجة أن الشعب المصري ده شعب محفوظ أنا مش بقولها مجاملة والله لا أعرف للمجاملة ولا النفاق لكن لا تعالى الإنسان يقول لي غلاء أسعار أو احتكار هذا شعب لن يجوع ولن يعطش ولسه ربنا ضرب لنا كرامة في أحداث 2011 الناس استيقظت وجدت الفول والطعمية والعيش والخبز والفواكه ما عانى المصريون لا في 2011 ولا في 30 يونيو أي ضائقة في الأرشاء الضرورية سبحانه ربي عز وجل يمكن دي بركة دعا سيدنا يوسف عليه السلام بوحي الله أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين يعني الآن الحمد لله صحيح إن احنا بنانع على لبيرفع الأسعار ورساله السلام يقول اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون من احتكر على الناس طعامهم وأقواتهم ضربه الله بالجذام والإفلاس مع ذلك بفضل الله بتجد الأسواق رائجة هيقول لي في تضخم في أرزق أخرى يعني أشياء مش بتقديرك هو بتقدير إن الله هو الرذق ذو القوة المتين فسبحان الله العلي العظيم الناس بتأكل وبتشرب وبتلبس كلنا آه من زمان على فكر يعني أنا أذكر لك وأنا طالب أنا عصرت حرب سبعة وستين والحمد لله برضو كنا نأكل ونشرب وعصرت حرب ألف سعمائة ثلاثة وسبعين وخالي كان شقيق والدتي كان زابط في القوات المسلحة وكان أخي أيضا في القوات المسلحة ما وجدناه فالحمد لله أصدق أقول لك إن نبشر الناس وأنا بحذر اللي بيرواجه إشعاته ويعملوا اليأس والقنوط إنه ليأس من روح إلا إلى القوم الكفرون لكن نقول اللهم خفف عنا الغلاء واصرف عنا الوباء واللهم لا تمنع عن مصر قوتا ولا تحجب عنها ماءا واجعل لنا بركة في معيشتنا يا رب العالمين أمين يا رب العالمين